دشن الوكيل المساعد لمحافظة شبوى سالم الأحمد ومدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الذيب فعاليات الجولة الثالثة من الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد الشلل الأطفال والتي تستهدف تطعيم مئة وثمانية آلاف وستمائة وأربعة وتسعين طفلا وطفلا في عموم مديريات المحافظة وأشاد الوكيل الأحمد بمستوى التنظيم للحملة مثنيا على استعداد الأوساط الطبية بالمحافظة لتنفيذها منوها بأهميتها في تعزيز المناعة الذاتية للأطفال وحمايتهم من مخاطر المرض وجها قيادات السلطة المحلية بالمديريات وضرورة مساعدة فرق التطعيم وتمكينهم من الوصول إلى كافة الأطفال المستهدفين من جالبه أوضح الدكتور علي الذيب عن وجود حالة اشتباه بالمرض بالمحافظة مؤكدا انتظار نتائج التحليل لها منوها بانطلاقة فعاليات الحملة في ثمانمائة وأربعة وسبعين موقعا للتحصين يعمل بها ألف وستمائة وستة عامل وعاملة صحية مشددا على ضرورة تطعيم كافة الأطفال المستهدفين من الحملة وبالذات المتواجدين منهم في قراء وأرياف المحافظة